النهاردة عاوز أتوقف في رأي المجل اللي هو رأي البرنامج وعاوز أتكلم على الهجمة الشرسة أوي اللي قام بيها بعض الناس على النادي الأهل الفترة اللي فاتت أنا معرفش ليه دلوقتي حصل الهجمة دي طب كنتوا فين لما النادي الأهل حقق ست بطولات في تسعة شهور لما حقق إفريقيا مرتين في ست شهور ودي محدش حققها ولا حد يعرف يحققها غير النادي الأهل هو اللي بيحقق وفاس بكاس مصر وفاس بالدورة وفاس ببرونزيت كاس العالم وكاس السوبر طب فيه ايه تاني يعني هو النادي الأهلي ده يعني معرفش فيه ناس كتير جدا زعلانة جدا النادي الأهلي بيكسب ليه عشان كده أنا بقول لي جماهير النادي الأهلي خليوكوا وراء فرقتكم خليوكوا وراء الكيان اللي انتوا عملتوه النادي الأهلي هيفضل طول عمره هو النادي الأهلي النادي الأهلي كبير وكبير قوي ومهما أي حد هاجم في النادي الأهلي مش يقدر يهز هذا الكيان أنا ما عرفش الفترة اللي فاتت طلع بعض الإخوة في البرامج السياسية بيهاجموا النادي الأهلي أنت مالك ومالك كورة أنت مالك ومالك كورة تتكلم في الكورة ليه ومن إمتى أنتوا بتشجعوا كورة أنتوا بكتيروا أوك وتبسمعوا النتائج وتخشوا على حس النتائج دي تتكلموا إنما عشان تهاجم نادي وتهاجم كيان أنا بلوكم صعب قوي اللي بيجي على النادي الأهلي بيخسر بيخسر كتير النادي الأهلي عمل إنجاز في تسعة شهور مهدش عمله قبل كده وهيفضل يعمل لسه الفترة اللي جاية فيها أفراح ما بعدها أفراح عشان كده بقول لجابير النادي الأهلي احنا ما بنبصش ورانا نبصه قدامنا النادي زمالك كسب البطولة ونقول له مبروك خلاص الدوري عام النادي الأهلي لم يوفق فيها النادي زمالك كسبة نقول له مبروك ربنا وفقك وخلص وخلصنا إنما بص أطلاقي بعض البرامج السياسية طلعها وبتهاجم النادي الأهلي وبتهاجمه بطريقة شرسة جدا وكل واحد يجايب لاتنين تلاتة معاه في كل برامج الرياضية الناس ما مرسدش كرة قدم الناس ما تعرفش يعني ايه كرة قدم وبيتكلموا عكورة يا جماعة فين المسؤولين عن الإعلام والكلام دا احنا بنقوله كلام دا عمل احتقان والاحتقان زاد قوي وإحنا نبهنا قبل كده وإحنا برنامجنا هنا وقلنا مفتوح لكل أندية مصر وقبل كده استضافنا معنا كابتن حلم طولان ومعنا النهاردة واحد من إسكندرية ومعنا كل حلقة من حلقات بنجيب واحد عشان نقول له للتعصب إنما اللي بيحصل على الساحة الرياضية أنا بنبه وبقول اللي بيحصل دا هتبقى كارسة ما بعدها كارسة ولا أعوزوا بالله وإحنا لسه مخلصناش من الكوارس اللي كانت قبل كده انتوا عاوزين ايه بتولعوا الدنيا ليه مصر الحمد لله مستقرة وهتفضل طول الله مستقرة إنما كل واحد عاوز يعمل لنفسه هالة حواليه فبيتكلم عن نادي الأهل يا عمي حتى إنت لو بتشجع أين تاني خليك في ناديك إنت ملك من نادي الأهل أنا عارف إن جمهورنا طموح وجمهورنا عايز كل البطولات كلها لكن أنا بقول للجمهور يعني بالراحة شوية على الفرقة نادي الأهل حقق ست بطولات في تسع شهور اللعيبها بقت مجهدة عارفين يعني استهلكت فإحنا بنقول للنادي الأهلي ومجلس دارة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي والجهاز الفني إحنا بنشركوا على المجهود الكبير اللي انتوا حققتوه السنة دي فإحنا حققتوا حاجة إنجاز ما بعده إنجاز النادي الأهلي ده البسمة بتاعة الكرة المصرية هفضل أقولها مليون مرة النادي الأهلي هو البسمة بتاعة الكرة المصرية النادي الأهلي ده كيان النادي الأهلي فوق الجميع وأنا عارف إن الكلمة دي بتدقي الناس كتير قوي يا جماعة النادي الأهلي فوق الجميع مش فوق مصر مصر فوق دماغنا كلنا إنما فوق الجميع فوق أولاده مصلحة النادي وكابتن صالح كان قالي الكلام ده سنة 92 في انتخابات لما لقى فيه ثورة كل واحد عاوز يخش قالك النادي الأهلي فوق الجميع يعني فوق أولاده أنت ما فهمتش المعنى ده خلاص أنت حر إنما تقولي النادي الأهلي وتشبه النادي الأهلي بحاجات تانية أنا مش عاوز أجيب سيرتها خلص ولا عاوز أجيب سيرت الأخ اللي تكلف المواضيع دي وبش هو بس لا ده غيره 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 كنتوا فين انتوا ظهرتوا متأخر ظهرتوا كنتوا فين لما النادي الأهلي حقق بطولات النادي الأهلي محقق بقولك إفريقيا وكاس مصر والدوري العام وكاس السوبر وبرونزية كاس العالم طب نعمل إيه تاني يعني وقلول إنتوا نعمل إيه تاني و النادي الأهلي طول عمره وإحنا تربينا فيه كده إن إحنا طموحين بنكسب عايزين نكسب البطولة اللي بحدها عاوزين ناخد كل البطولات إحنا تربينا كده في النادي الأهلي ومش هنتنازل عن كده سواء اللعبة الحالية أو اللي فاتت أو اللي قبليها أو اللي جاي ده النادي الأهلي مؤسسة عارفين يعني إيه مؤسسة؟ إحنا بنحب النادينا بكده ندينا عودنا على كده ندينا عودنا نفيش حاجة اسمها تطلع التاني ولا التالت ولا الرابع الأول يا بلاش عشان كده النادي الاهلي بيحقق بطولات فوق الوصف ولسه اللي جاي احسن وانا من هنا من خلال برنامجنا المجري بقول لجماهير النادي الاهلي خليكوا زي منتم موجودين وقفين في ظهر الفريق النادي الاهلي مؤسسة النادي الاهلي نادي القرن احسن نادي في افريقيا النادي اللي بيرجع البسمة للكرة المصرية نادي الاهلي فوق الجميع طبعا ما احترامي لكل جماهير مصر كلها إنما جمهور الناد له ده إحنا بنزمنا حاجة تانية الناد الأهلي وجمهوره هو اللي صنع الكان وعشان كده بقول للناس اللي هي بتهاجم الناد الأهلي بلاش احتقان صدقوني أنا بنبه بلاش احتقان لا للتعصب زي ما قلت لكم برنامجنا مفتوح لكل الناس اللي خدمت الكورنة المصرية والرياضة المصرية مش في الكورنة المصرية جميع حتشوفوا ناس هنا ما ونكونش تتخيلوا إنك تشوفوها هتشوفوها هنا من خلال البرنامج وإحنا بقول لا للتعصب لا للتعصب إحنا شفنا في الماتش بتاع اللي كان موجود أنجولا اللي كان موجود في مصر وهذه الصورة أمام حضراتكم الصورة هي شوف الأفشة وطرق حامد طب إنت عاوزين إيه أحسن من كده لعيبة قلبها على بلدها وقلبها إنها عاوزة تعمل حاجة لبلدها وكان فيه صورة تانية برضه أنا بقول للناس بس بفكر الناس للكابتن حسن شحاتة المعلم وكابتن محمود الخطيب في ماتش أهل وزمالك شفتوا دي الجمهورين كان فيه تعصب رهيب مرة واحدة كابتن وقادر كابتن الخطيب لابس التشيرت اللي نادي الزمال وكابتن حسن وكابتن فاروق لابسين التشيرت الأحمر يعني عايزين أحسن من كده إيه ومع إن فاروق مش لاقي عليه التشيرت الأحمر حمشيها بس عم الفاروق ماشي إنما فيه أحلى من كده إيه أنا أقول لكم قبل ما توقع الفاس في الرأس إحنا ما خلصناش لسه من اللي فات مش عاوزين اللي جاي إن شاء الله عاوزين اللي جاي بقى أحسن الفترة قادي وقصوا قادي لمنظر الجميل الحضاري قادي الكابتن الخطيب بروح ياخد الكابتن حسن حمد الكابتن حسن شحاتة من إيديه وبروح للجمهور ده بيدل على إيه بيدل إن اللعيبة مع بعض حاجة يعني مفيش أحسن من كده والجمهوري استقبلت الكلام طب ليحنا بقى نطلع في برامج سياسية مالهاش جعب الرياضة وتتكلم عن وتعصب وتشد الدنيا وتعمل احتقان على الساحة الرياضية وهما أصلا ملعبوش كورة ولا بيشجعوا كورة هما مع الهجة كل واحد عاوز الصيطة لنهاجم الأهلي طب بتهاجم الأهلي ده إنت اللي خسران أنت بتخسر قاعدة كبيرة ليك فعشان كده مهما هجمت النادي الأهلي هو هيفضل النادي الأهلي الأهلي فوق الجميع وأنا بقولها الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع أنا عارف الكلمة دي بتزعى الناس إنما هدي حقيقة ربنا كده على النادي الأهلي قبل وقت مجموزية مش عايز أتكلم كتير في الموضوع دوت لأن لو كلمت فيه ممكن الواحد يعني إنما خلاص هو لحد كده وكفاية إنما بش واحد هو اللي هيدافع على النادي الأهلي النادي الأهلي اللي بقول لكم كيان وإسم النادي الأهلي هو كافي إن يدافع على نفسه وجماهيره بتدافع عنه فمش محتاجة إن إحنا نبدأ نكلم ونعمل احتقان على السحر يا دي البلد بتاعتنا مصر طلعة وطلعة جامد قوي بتجري ومحدش بحصلها فعشان كده أنا الواحد زعلان من اللي بيحصل فيه احتقان واحتقاننا ممكن يقلب بنكد وربنا يبعد عنينا النكد